ماBravo fonti my student how are you today we will take lesson 7 from unit 4 اليوم بدن اخذ الدرس السابع من الوحدة الرابعة open your pupils book نفتح كتاب الطالب page number 36 صفحة 36 write the date up نق升 بالتاريخ فوق today is the 15th of november 2020 and 20 15-11-2020 Our lesson title is your page عنوان درسنا your page. إحنا تعودنا دائما أن الدرس السابع من كل وحدة عبارة عن revision مراجعة بسيطة للقواعد الأساسية اللي مرت معنا باليونت نطلع على التمرين الأول choose اختار and write وأكتب then draw وبعد ذلك أرسم let's read these words نقرأ هذول كلمات angry angry معناها غاضب طلعا فيش داعي نكتب المعنى لأن الصورة بتدل angry غاضب hot حار أو مشوب scared خائف with رطب أو مبلل sad حزين let's repeat خلنا نعيد angry غاضب hot حار scared خائف with رطب sad حزين نعم sentence number one الجملة الأولى he isn't he isn't ليس he isn't happy هو ليس سعيد طب إذا الواحد ما كان سعيد شو بيكون he is شو عكس happy angry ولا hot ولا scared ولا wet ولا sad أكيد sad he isn't happy هو ليس سعيد he is sad هو حزين الآن نيجي نرسم هون وجه حزين sentence number two she السي مع القطش تلفض الأس مع القطش تلفض إيش she isn't cold isn't she isn't cold هي ليست بردانة مش بردانة يعني إذا ما كانت بردانة شو بتكون ام شوب she is hot she is hot بنرسم صورة تعبر عن إنه البنت مشو بنفس الصورة اللي هون now let's move to exercise number two find the words أوجد الكلمات let's read feet أقدام fingers أصابع اليد hands أيدي legs سيقان toes أصابع القدم سوري الآن بدنا نلقى الكلمات تضغل بالحروف الموجودة هون كل حرف غامق ورا باقي الكلمة نأجي هون علي بالعرض إح إح إن إد إس hands نحط عليها مربع أو بنلونها إل إ إج إس legs إف إي إي إت فيت إف إ إن فن إج فن إ فن إر فن جر وإس فن جرز إت أو إس توز شفتوا كيف طلعنا الكلمات؟ أول إش نطلع لي بالعارض بعدين اللي بالطول ونقرأ الكلمات هيك تمرين بيساعدني على التهجئة Let's move to exercise number three ننتقل للتمرين الثالث Complete the conversation أكمل المحادثة Are you okay؟ Are you okay؟ شو معنى السؤال هذا؟ هل أنت أو أنت بخير؟ Are you okay؟ Are you okay؟ لما أشوف واحد مثل سالي بالصورة شكله مبين أنها تعبانة أو ملانة بسألها Are you okay؟ هل أنت بخير؟ الجملة الثانية Don't worry Don't worry معناها لا تقلق أو لا تقلقي Don't worry Let's repeat عيد وراي Are you okay؟ Are you okay؟ Don't worry Don't worry أشوف كيف بلفظ كلمة worry كلمة don't It o in it Don't U o wo worry Don't worry معناها لا تقلق What's the matter سالي؟ What is the matter سالي؟ شو المشكلة يا سالي؟ Are you okay؟ بنكمل المحادثة Are you okay؟ هل أنت بخير؟ No I am not بتحكيله لا أنا مش بخير I am bored أنا أشعر بالملل إيجا شو بيحكي لها؟ Don't worry Don't worry Don't worry لا تقلقي Let's play a game هيا بنا نلعب لعبة أوكي الآن بدنا نكمل المحادثات ونحفظ معاني الكلمات Now let's move to our activity box ننتقل لك كتاب التمارين Open your workbook كتاب التمارين page number 38 صفحة 38 Write the date up نكتب التاريخ فوق Today is the 15th of November 2020 15-10-2020 Try it Try it معناها جربها هاي الصفحة بتكون مشابهة جدا للتمارين اللي أخذناها بالكتاب الثاني Look and write انظر وأكتب نقرأ الكلمات اللي بالمربع Angry غاضب Angry غاضب Happy سعيد Happy سعيد Tyard متعب Tyard متعب الآن نبحث عن الصورة اللي بتعبر عن angry غاضب نوصلها Happy سعيد Tyard متعب Now She isn't sad هي وين البنت اللي لحالها هي She isn't sad هي مش حزينة She is happy She is happy نيجي على الجمل الثاني عن هذول الولدين لأنهم مجموعة ما بحكي شي ولا هي بحكي بحكي They aren't bored They aren't bored هما مش ملولين They are angry They are angry هما غضبانين He عن الولد اللي هون He isn't scared هو ليس خائف He is tired He is tired اتكونوا معنا الجمل read and match اقرأ ووصل طبعا مش وصل بدنا نجيب الرمز عند كل كلمة arm معناها ذراع هاي الذراع هذا الجزء arm نكتب عنده الرمز D ear اذن اذن اللي هي B nose انف nose انف اللي هي E ونكتب عندها انف fingers اصابع اليد fingers اصابع اليد هاي هون C feet اقدام feet اقدام اللي هم ايه exercise number three write معناها اكتب my three favorite words اكثر ثلاث كلمات عجبوك بالunit شو هم بتكتب لي اياهم هون مثلا اكتب لي happy angry tired ممكن ممكن تكتب لي arm ear nose انت حر بتختار ثلاث كلمات كتابة داخل الصفر بعد ما حلنا التمرين هيك بنكون انا هنا درسنا لليوم بكرا ان شاء الله بناخذ الفونيكس والمراجعة العامة لليونت good luck ويعطيكو العافية ترجمة نانسي قنقر